انا عايز اقولك يا امو ليلة ان الخطر مش بس في اسيوبيا الخطر كمان عندنا في مصر ومن اليوم السابع تاريه هدو قولونا الخبر يا جماعة اللي قالوه النهاردة بيقولك في اليوم السابع تقديرات باصابة 616 الف مصري بكرونا بعمر 18 سنة فاكثر تاريخ كام يا جماعة لتنين وعشرين يونيو الساعة 10.41 دقيقة صباحا ده النهاردة من كم ساعة ده على اليوم السابع يعني هم شايفين ان عندنا حوالي 616 الف مصاب بكرونا الكلام ده قلتوا لحضراتكو هنا من حوالي عشرين يوم ان احنا ما بين نص مليون ومليون والنهاردة بأكد لحضراتكو ان العدد ده بعد العشرين يوم دول بقى قليل جدا واحنا بنتكلم في اعداد بالملايين فعليا وهما بعد كده بيأكدوا على كلامنا بس هما بيجوا متأخرين بيجوا متأخرين اسبوعين عشر ايام عشرين يوم ولكن خلال العشر ايام والعشرين يوم اليوم اللي واحد في كرونا بيفرد كانوا بيقولوا لا ما حصلش وافتكر نشأة ديه يوم تمانية مارس طلع المصر زي الفل واللي بتكلمه من قطر وبتكلمه من تركيا وبشارب اللي هو بتكلم علينا يعني بيجزبه الى ان اصيب نشأة ديه امبارح بكورونا وقعد في البيت في الحجر الصحي اللهم لا شماتة بنتمنى له الشفاء بنتمنى الشفاء لكل المصابين بكورونا وبنتمنى الشفاء كمان من مرض انكار الحقيقة تطبيلا للسلط بنتمنى له برضو ده كمان اهو نشأة ديه يعلن خضوعه للعزل المنزلي لعدة ايام لان جاله كورونا ربنا يشفي ويشفي كل مرضى كورونا في كل انحاء العالم ونتمنى من نشأة ومن كل حد المفروض بيشارك في صناعة وعي او بيقول كلمة انه يقول كلمة الحق مش لازم استنى لحد ما يجيلكورونا ومش لازم اضلل الناس كام حد تضلل بكلام نشأة ديه وغيره